السلام عليكم ورحمة الله أبو نغليد معك إزايك يا دكتور محمود دكتور محمود صحتك الدوم؟ على أسف آسف يعطيك العافية ها كيف حالك دكتور؟ الله يبقى عليك حبيبنا نقطتين لو سبحت النقطة الأولى أنا شفت مقابلة الأستاذ مهدي عاكف مع العربية مع ردة أبو العزم وبعدين كلمت الأستاذ عاكف والرجل ما شاء الله نفسه طيب أنا باختصار وصيتي هذا الرجل بحكم التاريخ وحكم أنه مرشد سابق يحتاج أن يكون يجابه شخص يعني يسدد الأستاذ عاكف وهذا خط أنا شخصيا يعجبني وأنسجم معه لكن المشكلة بالإعلام وخاصة مع عفرة الإعلاميين فيمتزع منه أشياء لا تقال في الإعلام فعايز شخصية فعايزة واحد يكون بقربها يتلطف معه في التزديق والمقاربة الحقيقة لازم يكون جن وسكرتير يعني يسدده مع الإعلاميين حتى لا يعني يصطادهم والمقاربة والله عن جد يعني أنا هذه ردة حسيتها يعني طريقة وطوعه هو بعفويته وطيبته ها بس ما ينفعش وهذا مرشد سابق ليس واحد عادي يا دكتور محمود الله يرضى عليك النصيحة اشتركوا في القناة حيث أن تخدموا شخص ذلك وموطة كنا فقد قمت لهم